الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام الحافظ بن حجر الرحمة والله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي روايةٍ للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه وعن ابن عباس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عباس في باب الهبة فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعود في هبته بمعنى أنه يرجع فيها الرجوع فيها من غير عوضٍ ليست من باب الشراء وإنما الرجوع بإرادةٍ منفردة شبهه بالكلب يقيء والقيء معلومٌ يخرج من البطن فيكون خارجًا قد كان الكلب أو عُرف عن الكلب أنه إذا قاه فإنه يأكل قيئه قال ثم يعود في قيئه هذا الحديث حدثت فيه مناظرةٌ بين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد فقد جاء أن الشافعي كان في أول أمره يرى أنه يجوز الرجوع في الهبة واستدل بهذا الحديث فإنه قال كالكلب يعود في قيئه فقال الشافعي إنه قد عاد في قيئه ورجع فيه إذن فيجوز الرجوع في الهبة ولكنه خلاف الأولى أو يكون مكروها فقال له الإمام أحمد أو استدل الإمام أحمد بما جاء في الرواية الثانية التي عند البخاري ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء في ذلك ولذلك فإن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال ولا أعلم القيئ إلا حراما فدل ذلك على أن الرجوع في الهبة حرام هذا من حيث الإجمال في معنى هذا الحديث وأما ما فيه من الفقه فإن فيه من الفقه مسألةٌ مهمة وهو أن الهبة عقدٌ لازم لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت ومعنى قولنا إنه لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت أن الهبة لها مرحلتان مرحلةٌ تكون فيها لازمة ومرحلةً تكون فيها غير لازمة فأما المرحلة التي تكون فيها لازمة وإذا قبض الموهوب له العين الموهوبة كما تقبل 2022 لا بد من قيدين لا بد أن يقبض الموهوب له العين الموهوبة والأمر الثاني لا بد أن يكون قبضه لها بإذن الواهب لا بد من هذين الشرطين معاً إذ القبض وحده من غير إذن ليس مؤديا لللزوم بل تبقى على حالها وهو غير اللزوم وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون إن الهبة قبل قبضها تكون يجوز للواهب فيها الرجوع فيجوز له أن يرجع في هبته ودليلهم على ذلك ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إني كنت قد نحلت عائشة نخلا لي بالعالية فلو قبضته لحازته ولكنه في الورثة فرجع فيه أبو بكر رضي الله عنه لما لم تقبضه عائشة رضي الله عنها ومثله جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه رجع في هبة وهبها قبل لزومها بقبض الموهوب له وهذا أمر قضى به إثنان من كبار الصحابة بل هم من أكبر الصحابة أبو بكر وعمر ولا يعرف لهم مخالف فكان ظاهرا بينا عند الصحابة فيه إذن عرفنا أهم مسألة وهو أن الهبة لها مرحلتان مرحلة تكون فيها لازمة ومرحلة تكون فيها غير لازمة الفرق بين اللزوم وعدمه شرطان إذا وجد القبض للعين الموهوبة وكان هذا القبض بإذن الواهب لا بد أن يكون بإذن الواهب فلو أجد قبض من غير إذن كأخذها على سبيل المغالبة ونحو ذلك أو النهب فإنه لا يكون في هذه الحالة قبضا ملزما للعقد وإنما يبقى على الجواز إذا عرفنا ذلك فما حكم الهبة من حيث الجواز واللزوم في هاتين المرحلتين فأما إذا أصبحت لازمة فإن العقد يكون لازما لا يجوز الرجوع فيه بإرادة منفردة من الواهب ومعنى قولنا لا يجوز الرجوع فيه يعني لا يجوز له أن يقول رد ليه بتي إذا لزمت وأما إذا رجع فيه عن طريق عقد آخر كأن يهب الموهوب له هذه العين للأول أو أن يشتريها منه فحينئذ يجوز وسنتكلم عن شراء الصدقة إن شاء الله بعد بضعة أحاديث المرحل أو الحالة الثانية إذا كانت العين الموهوبة غير لازمة فإننا نقول إن العين الموهوبة إذا كانت غير لازمة فيجوز الرجوع فيها ولكنه مكروه الرجوع فيه لعموم هذا الأثر فإنه فيه شبه ولو من طرف بعيد بالكلب إذا رجع في قيئه وذلك يكره للمرء إذا وهب غيره مالاً أن يرجع فيه وإن لم يلزم ذلك العقد بالقبض إذن عندنا نستطيع أن نقول تقسيماً آخر أن المرء له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون قد وعد بالهبة سوف أهبك وهذا وعد فمن الأدب الوفاء به وليس لازماً مطلقاً النوع الثاني أن يهبه من غير قبض فيقول وهبتك العين الفلانية وهبتك قلمي وهبتك هذا الكأس فحينئذ تصح عقد الهبة ولكنه يصبح عقداً جائزاً يجوز الرجوع فيه والأولى عدم الرجوع فيه بل يكره الرجوع الحالة الثالثة أن يقبض هذه العين الموهوبة بإذن الواهب فحينئذ لا يجوز للواهب الرجوع فيها طيب إذن هذا هو الأصل في هذه المسألة عندنا هنا مسألة أخرى في مسألة لما قلنا إنه يشترط في لزوم الهبة أن تكون بإذن الواهب أن تكون مقبوضة بإذن الواهب هناك قيد فيه خلاف قوي في المذهب وهو هل هذا الشرطان لللزوم في كل الموهوبات أم هو خاص في بعضها فالمشهور عند المتأخرين أنه في كل الموهوبات وهناك رواية في المذهب أن هذا خاص بالمكيل والموزون والمعدود ذكر البرهان بن مفلح أن هذا قول الأكثر ومع ذلك ليس هو المشهور عند المتأخرين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده هذا الحديث جاء بهذا الإسناد من طريق عمر بن شعيب عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عمر وابن عباس معا هكذا جاء بإسناد واحد من طريق عمر بن شعيب عن طاووس عن الصحابيين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس معا وقد اختلف على عمر بن شعيب في هذا الإسناد فرواه حسين المعلم وهو من رجال الصحيح عن عمر بن شعيب هكذا ورواه غيره كالحجاج بن عمر وأسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم به ولا شك أن الإسناد الأول أقوى من الإسناد الثاني وإن كان الإسناد الثاني قد نقل البخاري تحسينه كما جاء في التاريخ الكبير له وعامة أهل العلم على العمل بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده لذلك قال بعض أهل العلم لعله روي عنهما معا روي عن عمر بن شعيب من هذين الطريقين معا وعلى العموم فإن كلا الإسنادين يعني مقبول ومحتج به في أحاديث الأحكام قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها هذا الحديث الأصل فيه أنه دليل على عدم الرجوع في العطية والمراد بالعطية مصدر ويقصد بهذا المصدر الإسم المفعول الذي يعطى فالمقصود بالعطية هنا الشيء الذي يعطى والمراد بها هو كل شيء يملك في الحياة بلا عوض فكل شيء يملك في الحياة بلا عوض يسمى عطية والفقه رحمهم الله تعالى يخصون العطية بمصطلح يخالف الهبة فإن الهبة عندهم معنى عام يشمل الهبة والصدقة والهدية والعطية ولكنهم يجعلون للصدقة معنى خاص بها وهي الهبة التي يقصد بها ما عند الله عز وجل الثواب ويجعلون الهدية هي الهبة والتبرع الذي يقصد به المحبة والمودة كما روي في الأثر أو في الحديث تهادوا تحابوا سيأتي كلام أهل العلم فيه وأن كثيرا منهم قد حسنه وأما العطية فإنهم يخصونها بأحد أمرين فتارة يطلقونها ويقصدون بالعطية العطية للأبناء أو الهبة للأبناء فيسمون هبة الأبناء عطية وسبق الحديث عنها في حديث النعمان ببشير السابق وأحيانا يسمون العطية في مرض أو الهبة يسمون الهبة في مرض الموت عطية فعلى ذلك فإن الصدقة والهدية والعطية كلها يصدق عليها أنها هبة أنها نوع من الهبات إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يعطي عطية هذا يشمل جميع أنواع الهبات ثم يرجع فيها وتقدم معنا مسألة الرجوع في العطية وأن الفقه يقولون لا يجوز الرجوع في العطية أو في الهدية والهبة إلا قبل قبضها أفوأ لا يجوز الرجوع فيها بعد قبضها ويجوز الرجوع فيه مع الكراها قبل القبض عندنا في هذا الحديث مسألتان المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده قوله إلا الوالد فيما يعطي ولده فيها دليل على أنه يجوز للأب أن يرجع في عطيته لابنه وهذا الحكم خاص بالأب ولا يتعداه لغيره كما سيأتي بعد قليل والفقه اشترطوا لجواز رجوع الأبي في عطيته لابنه يعني إذا أعطى الأب ابنه عطية ثم رجع فيها ليأخذها سواء لغرض مشروع لأجل التعديل أو لغير غرض مشروع يعني يعطي ثم يتراجع في هذه العطية قالوا يشترط لها أربعة شرط الشرط الأول أنه لا بد أن تكون هذه العين المعطاه باقية ولم تتغير الأمر الثاني أنه لا بد أن يبقى تصرف الولد فيها بمعنى أنه لم يتعلق بها حق للغير لا برهن فلا يرهنها الولد في استحقاق لأحد ولا يحجر على الولد فإنه إذا حجر على الولد فإن هذه العين المرهونة يكون لها تعلق للدائنين بها فإنها تباع لمصلحة الدائنين فلا يجوز للأب أن يرجع في عطيته لابنه إذا حجر على ابنه الشرط الثالث أنهم يقولون لا يجوز الرجوع في العطية إذا زادت زيادة متصلة بأنمت نماء متصلة لأنها إنمت نماء متصلة فإن فيها عمل للولد فيكون هذا ليس من باب الرجوع في العطية وإنما من باب الأخذ من مال الولد وسنتكلم عنها بعد قليل الأمر الرابع أنهم يقولون أن لا يتعلق بها رغبة غير الولد رغبة غير الولد وقصدهم بذلك أن هذا الولد إذا أعطي هذه العطية فأصبح عنده مال أعطي مبلغ من المال أو كان عفوا أن الولد إذا كان عنده مال معين كثير جدا وأصبح الناس يرغبون في التعامل معه لأجل ماله كأن يريد شخص أن يزوجه لأجل ماله أو أن يتاجر معه لأجل هذا المال الذي عنده فلا يجوز للأب أن يرجع في هذه العطية التي أعطاها لابنه لأن فيها تعلقا لرغبة لأنه تعلقت بها رغبة غير الولد ليس حق وإنما هو مجرد الرغبة فيزوجونه لأجل ذلك أو يعاملونه في التجارة لأجل ذلك وهذه الشروط الأربعة ذكرها أبو محمد بن قدامة في الكافي في جواز الرجوع الأب في عطيته التي أعطاها لابنه ما عدا ذلك فإنه لا يسمى رجوعا وإنما يسمى أخذا من مال الولد فإن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه بالشروط الستة المعروفة في محلها ويذكرها الفقه عادة في كتاب الهبة والمفروض أننا تكلمنا عنها في الدرس الماضي لكن ضاق عننا الوقت فهذه الشروط الستة أننا نقول يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه مطلقا سواء كان هذا المال عطية أو ليس عطية منه له وإنما الولد هو الذي تملكه يعني تملكا ابتدائيا يقول الشرط الأول لا بد أن تكون هذا المال الذي أخذه الأب من ابنه لا بد أن يكون فاضلا عن حاجته مر معنا في الزاد كنت تذكرون قريبا لا بد أن يكون المال الذي يأخذه الأب من مال ابنه فاضلا عن حاجته الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يأخذ من ماله ليعطيه ابنا آخر فإنه إذا أخذ من مال الأول وأعطاه الابن الثاني فإنه يكون قد فاضل بين الأبناء في العطية بل جمع ظلمين فإنه فاضل فأعطى أحد الولدين ما لم يعطي الثاني والثاني الذي لم يعطيه شيئا أخذ من ماله فتكون الإثم فيه أشد الشرط الثالث لا بد أن لا يكون هذا الفعل في مرض الموت فإنه حينئذ لا يصلح لتعلق حق الورثة به الأمر الرابع قالوا إنه لابد أن لا يختلف الدين بين الأبي وبين ابنه والأمر الخامس أيضا قالوا يلزم أن يأخذ دينا وأن لا يأخذ عينا والسادس أنهم قالوا إذا أراد الأب أن يأخذ من مال ابنه شيئا قالوا يجب أن لا يكون التصرف إلا بعد القبض فلا يأخذ شيئا ثم يتصرف به قبل أن يقبضه فلو أخذ الأب من ابنه مالا ثم وهبه لغيره غير ابنه الثاني فلا يصح إلا أن يقبضه لكي يكون حينئذ لازم إذن عندنا مسألتان اختصرت فيهما كثيرا لأجل وقت هناك فرق بين أن الأب يأخذ من مال ابنه شيئا ابتداءا وهذا المال ملك ابنه فنقول هنا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء بشروط ستة الحكم الثاني إذا كان الأب قد أعطى ابنه شيئا ووهبه هبة فلا يجوز له الرجوع في هذه الهبة إلا بشروط أربع فنفرق بين الرجوع في الهبة وبين مسألة الثانية وهي قضية التملك ابتداءا من ماله طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد الرجوع في الهبة قلنا قبل قليل إن الفقه يقول لا يجوز الرجوع في الهبة واستثنى الحديث الوالد فقط وبناء على ذلك فإن الفقه يقول لا يقاس على الوالد غيره فالأم لا يجوز لها أن ترجع في هبتها لأبنائها الجد على مشهور المذهب لا يجوز له إذا وهب ابنه شيئا أن يرجع في هبته قالوا لأن هذا الحديث خلاف القياس وما ورد على خلاف القياس يجب أن يبقى على مورده ولا يقاس عليه ولا يلحق به غيره هذا قاعدة المذهب الرواية الثانية ومال لها وانتصر لها الموفق بن قدامى رحمه الله تعالى أن الأم كالأب فيجوز للأم إذا وهبت ابنها هبة أن ترجع في هبتها ويجوز للأم أيضا أن تأخذ من مال ابنها ابتداء وإن لم تكن قد وهبته شيئا بالشروط التي تقدم ذكرها قبل قريب وهذه الرواية اختارها الموفق أو مال لها الموفق رحمه الله تعالى لأن الأم تأخذ حكم الأب مطلقا وأما الجد فلا شك أن إدلاءه أو أبوته لابن ابنه أضعف بكثير من أبوة الأب وإذلك الأب وصيه مقدم على الجد والجد ليس له وصي لا تقبل وصايته في باب النكاح وهكذا من الأمور المتعلقة بهذا الشيء المسألة الثالثة عندنا وهي آخر مسألة تتعلق بهذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه لولده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم قوله عليه الصلاة والسلام مسلم هل هذا الوصف مقصود أم ليس بمقصود فمشهور المذهب يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مسلم هذا خرج مخرج الغالب وبناء عليه فمشهور المذهب أن الأب إذا كان مسلما أو غير مسلم يجوز له الرجوع في عطيته لابنه وهديته له فيجوز له الرجوع في هذه الهدية والعطية مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات يقولون إن الأب إذا أعطى الأب الكافر إذا أعطى ابنه الكافر عطية ثم أسلم الابن ثم أسلم الابن فلا يجوز الرجوع في عطية الأب هنا لماذا قالوا لأنه قد يكون ذلك سببا في إرجاع الابن إلى دينه وهو الكفر السابق وإذلك أعملت الرواية الثانية زيادة حديث لا يحل لرجل مسلم فقالوا إن لفظة مسلم يجب أن نعملها وأن لا نهملها وبناء عليه فلو أن الأب إذا كان كافرا والابن مسلما وصورته فيما ذكرنا قبل قليل فيما لو أعطاه حال كفره ثم أسلم ثم قال أريد أن أرجع في عطيتي لأنك أسلمت أو غير ذلك من الأغراض فقد يكون في ذلك ضغط على الابن ليبقى على دين الدين الأول فحين إذن نقول إن هذه العطية لا يجوز الرجوع فيها واختيار الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات عندما رجع لكن قصة عمر عندما وهب هبة فرجع بها قبل القبر تكون أشمل مثل قبض عائشة عائشة ما قبضت شيء ما قبضته فرجع أبوها فيها ابتداء علل أبو بكر الصديق الرجوع بعدم القبض ولم يعلل بأنه رجوع مطلق والرجوع بالكلام خلاص رجعت ليس لك شيء العقار قبضه بتخليته فلو أخذته وخلى بينها وبين ذلك العقار إذا كان نخلا وإن كان جذاذا فبحيازته وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري هذا الحديث حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها هذا الحديث فيه جملتان كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية فإن قبول الهدايا من مكارم الأخلاق وردها من مساوئها فإذا أعطي المرء هدية فإن الأتم له والأكمل أن يقبل هذه الهدية كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفعل والنبي أوتي أكرم الأخلاق ولا شك فقد جمعت له مكارم الأخلاق كلها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن قبول الهدية هو الخلق الأتم إلا في حالات معينة الحالة الأولى إذا كانت الهدية محرمة كأن يكون المرء عاملا وإنما أعطي لأجل عمالته والمراد بالعمل أن يكون المرء عاملا أي موظفا حكوميا بلغتنا الدارجة فإن العامل المراد به الموظف الحكومي قديما كان العمال قليل جدا الذين يتوظفون نوابا لبيت المال إنما هم قليل السعاه مثلا ومراء الأقاليم وغيرها أما الآن فإن كل من كان موظفا حكوميا ثم بعد ذلك أعطي مالا لأجل وظيفته وإن شئت أن تقول بدل ما تقول موظفا حكوميا تقول موظفا عاما موظفا عاما لأن الآن التنظيم الإداري بدأ يتطور فيقول هناك فرق بين الحكومي وبين العام فقد تكون الحكومة تملك شركات وهذه الشركات تقدم خدمة عامة فيسمى موظفا عاما وهذا تنظيم إداري بحت لكن المعنى فيها متقارب والمراد متقارب إذا من كان موظفا وأعطي لأجل وظيفته أو لأجل عمل أداه فإنه يكون غلونا ولا يجوز قبوله فإنما حرم بذله حرم أخذه هذه الصورة الأولى في الهدية التي يعني يلزم ردها الصورة الثانية التي لا يندب قبول الهدية فيها فيما لو كان المرء أهدي الهدية لأجل أن يرد بدلها أحيانا الشخص تهدى له الهدية ليرد بدلها وسنتكلم عنها بعد قريب وهي الهدية بقصد الثواب إذا كانت الهدية بقصد الثواب يجوز للرجل ابتداء أن يردها يقول لا أقبل الهدية ومثل ذلك الهدايا التي تكون عندما يتزوج المرء بعض الناس في أعرافهم إذا تزوج الشخص فإنه تعطى له بعض العطايا والعانيات من المال وهذه إذا أعطيتك لازم تعطيني وتعطي أبنائي إذا تزوجوا فهي هبة بقصد الثواب بشرط العرف وسنتكلم عن بعد قليل النص والشرط فمثل هذه بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أقبلها لكي لا أرد بدلا منها فإن فيه إضرارا علي نقول نعم يجوز لك عدم قبول هذه الهدية لأن العرف يقتضي أنك ترد بدلها ولست مستطيعا لذلك أو فيه إضرار عليك إذن هذه الحالة الثانية التي يجوز لك عدم قبول الهدية هناك أمور أدبية فيما لو ظن المرء أنها قد تنقص من قدره فيما لو كان يظن به قد تكون الهدية مثلا بعض الناس هو في مكان معين فقد يتكلم فيه لأنه قبل هدية من قرابته ففي أثناء محل معين يحتاط وهذا يكون من باب سد الذراع فيجوز له رد الهدية من باب الكلام عن نفسه قول عائشة رضي الله عنها ويثيب عليها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا أهديت له هدية أثاب عليها ثوابا إما أن يرد مثلها أو أحسن منها أو أن يرد نحوا أو أقل منها فيثيب عليها بحسب ما تيسر عنده صلى الله عليه وسلم وأقل ما يثيب المسلم أخاه إذا أهدى له هدية أن يدعو له فإن الدعاء من أعظم ما يهدى ونحن نعلم أن الهدايا نوعا هدية للأبدان وهي الأعيان وهدية للروح والقلوب وهو الدعاء وإذلك إذا دعى المسلم لأخيه فإنه يزيل الله عز وجل ما بين هذه القلوب من الضغائم كما أن الهدية التي تكون للأبدان تزيل ما بين القلوب من الضغائم فهناك علاقة قوية بين الهدايا وبين الدعاء وإذلك إذا لم يجد المرء ما يرد به الهدية ويثيب عليها فإنه يدعو للمهدي ولو أن يقول جزاك الله خيرا ويكون هذا الدعاء في وجهه ويكون أيضا في ظهره ففي وجهه يكون من باب الشكر وفي ظهره من باب المكافأة هذا الحديث قبل أن ننتقل عنه لما رواه البخاري رحمه الله تعالى قال بعده كلمة قال إن وكيعا لم يقل فيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا الحديث رواه البخاري من طريق عيسى بن يوسف عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهو بهذا الإسناد رجاله على شرط الصحيح ولا شك وقد بيّن البخاري أن فيه هذه العلة فإن وكيعا رواه على خلاف ما رواه عيسى بن يونس ولكن ظاهر كلام البخاري ترجيح رواية عيسى بن يونس وأما الإمام أحمد فإنه رجح رواية وكيع وغيره وأن الصواب أن يكون الحديث مرسلا فقد قال الإمام أحمد كان عيسى بن يونس يسند الحديث والناس يرسلونه أن يجعلونه عن الزهر ولا يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا أن الإمام أحمد كان يرى إعلال هذا الحديث وأنه ليس بمتصل وأومأ لهذه العلة البخاري في الصحيح ورجح البخاري أن هذه العلة يعني الصواب عدم تأثيرها وهذا خلاف بين أهل العلم ولا يؤثر في معنى الحديث فإن المعنى الحديث شواهد أخرى نعم طيب اسقب نسيت كلمة هنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية ينبني عليه أنه استحب المرأة أن يثيب على الهدية وذكرناها قبل قليل وهناك مسألة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يثيب على الهدية لكي لا يكون لأحد عليه منه ومعلوم أن الشخص إذا أهدى غيره هدية تكون عليه منه والنبي صلى الله عليه وسلم من طبعه ألا تكون لأحد عليه منه مطلقا فكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الملازمة ما أهديت له هدية إلا ورد ثوابا لها وغيره من الناس كذلك باعتبار اتباعهم للسنة من جهة وباعتبار يعني مكانة أنفسهم فإن المرأة إذا رغب أن لا يكون لأحد عليه منه لا يرد الهدية وإنما يأخذ الهدية ويثيب عليها نعم عسن الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقى فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال نعم رواه أحمد وصححه ابن حبان نعم هذا حديث بن عباس رضي الله عنهما عند ابن حبان وصححه أيضا الحاكم وقال إنه على شرط مسلم أن رجلا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها عليه الصلاة والسلام ومعلوم كما سبق قبل قليل أن دأب النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته أنه إذا أهديت له هدية أن يثيب عليها فلما أثابه عليه قال رضيت بهذا الثواب فقال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده الثالثة قال رضيت قال نعم وهذا منه صلى الله عليه وسلم من مكارم أخلاقه ولا شك وهنا مسألة تتعلق بهذا الحديث وهي مسألة مهمة وهو أن البعض قد يهدي الهدية بقصد الثواب يهدي هدية بقصد الثواب يعني أهديك لكي تثيبني وتعطيني بدلا منها وقد جاء في الموطة بإسناد الله صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أهديت له هدية بقصد الثواب فهي بيع فهي بيع إن رضي وإلا رجع فيه وهذا قد يفهم من هذا الحديث أن الشخص إذا أهدى لغيره هدية بقصد الثواب فهو عقد بيع فإن كان الواهب قد رضي بما أثيب إليه بما أثيب به بعد ذلك من الموهوب له وأمضاه فالحمد لله فإن لم يرضى مثل هذا الرجل فيجوز له أن يرجع فيه بتي فيقول أرجع ليه بتي إذن الهبى بقصد الثواب هي بيع فيجوز الرجوع فيها إذا لم يرضى بالثمن كما قال عمر رضي الله عنه وهذا في الموطة ومسألة أن الهبى بقصد الثواب بيع هذا هو المذهب المجزون به ولا شك أنه بيع لكن بشرط أن تكون بقصد الثواب طيب المسألة المهمة معنا التي اختلت فيها الرواية في المذهب وهو كيف نعرف أن الهدية هي بقصد الثواب أو ليست بقصد الثواب لأن المرء قد يهدي الهدية الآن ثم بعد يومين يقول ما أثبتني رجع لهديتي يقول أول أنا انتفعت بهذه الهدية واشتريت بها عطيتك مثلا خمسين ريال قد تكون الهدية نقدا عطيتك مالا فاشتريت به مثلا وليس معك شيء فيكون فيه إضرار بك أو عين فانتفعت بها وهكذا إذن كيف ليست كل هدية بمجرد دعوة أنها بقصد الثواب تكون كذلك وإذلك فإن مشهور المذهب لا تكون الهدية هدية بقصد الثواب إلا إذا وجد فيها شرط لفظي لا بد أن يتكلم وهبتك لتعطيني لا بد أن يجد فيها شرط لفظي وهذا هو مشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا بد أن يكون فيها شرط منصوص عليه إما أن يقول هي هيبة بقصد الثواب أو أن يقول وهبتك سيارتي لتعطيني هذا الكتاب مثلا عندك كتاب غالي جدا أو لتعطيني هذه السلعة أو هذا العين فلا بد أن يجعل شرطا أو يعلق الهبة على أمر معين لتعطيني هبة بقصد الثواب فتكون متعلقة بالرضا بعد ذلك الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الهبة تكون بقصد الثواب بوجود واحدة من أمري إما الشرط اللفظي أو الشرط العرفي لا بد أن يكون هناك شرط عرفي مثل ما ذكرت قبل قليل في مثال في قضية هدايا الأعراس بعض هدايا الأعراس عند بعض الناس أعطيك لتعطيني وإذلك تجد بعض الناس في العانية هالي يسمونها أو غيرها من الأسماء بجانب الزوج رجل أعطانا محمد أعطانا الشيخ علي أعطانا الشيخ ماجد يعد لك الأسماء واحد واحد لكي نرد له والذي لم يعطينا لا نعطيه وعندهم عرف أعطيتك لي تعطيني وهكذا فهذا بمثابة العرف من صور العرف أيضا أن يكون المرء نبيلا والمعطي من عامة الناس وليس بينهما قرابة ولا محبة فلا يعطي الشخص التاجر التاجر ما نعطيه دائما لسواد عينيه وإنما نعطيه ليثيبك معروف هذا عرف أني ليس من قرابتي وليس من جيراني وليس من يعني بيني وبينه صلة وإنما أعطيه أعطيه هذه الهدية ليعطيه ومن صوري ذلك إذا جاءك الرجل الواقف عند باب المسجد ليبيع المساوك وهو ما يعرفك فجاءك وأعطاك المسوك لأنك إمام المسجد مثلا أو المؤذن أو ظن فيك أنك مقدر هو لا يعرفك ما بي يكون مودة هو يعطيك هو نوع بيع ولكن قال هي هدية لكي تعطيه بدل فقط أردت أن أبين أن الرواية الثانية توسعت في صور الهبة في قصد الثواب وأنه لا يلزم فقط أن يكون فيها تلفظ بل ولو كان فيها عرف نعم المذهب أضبط ولا شك أضبط بصور كثيرة ولذلك الحقيقة أن كثيرا من الأحكام قد يكون الدليل دال على الرواية الثانية ولكن في ضبط المسائل وخاصة في باب القضاء تجد أن كثيرا من القضاء يقول لا استطيع أن أعلق بالعرف لأن العرف يختلف فيه صور كثيرة جدا من تعاملات الناس فتجد أن كثيرا من القضاء يرجع للمذهب بمشهور المذهب لأنه أضبط وأدق وأحوط فالمذهب يحطاط في أشياء كثيرة مرمعنا في الشركات وفي غيرها يلزم كلاهما يلزم الهيب بقصد الثواب على الرواية الأولى والثانية يلزم أن تعطيه بدل فإن لم تعطيه بدل فإنه يجوز له أن يرجع وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لما وهبت له متفق عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وفي لفظ إنما العمرا التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشتا فإنها ترجع إلى صاحبها ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته نعم هذه الأحاديث التي أوردها المصنف أو ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه هي متعلقة بصورتين من التعامل تسمى العمرا والرقبا سأذكر هاتين الصورتين ثم أرجع لحديث جابر برواياته المتعددة ونبين المسائل المتعلقة فيها وكيف وجه فقهاؤنا هذا الحديث العمرا والرقبا سميت العمرا كذلك مأخوذة من العمر لماذا؟ قالوا لأن هذا العقد مقيد بالعمر هي هبة مقيدة بالعمر سواء بعمر الواهب أو بعمر الموهوب له عمر الواهب يقول وهبتك أو أعمرتك هذه العين عمري كله أو عمرك أنت فهي معلقة بعمري أحدهما وأما الرقبا فسميت كذلك لأن كل واحد من الموهوبين يرقب موت صاحبه لأنه يقول إلى موتك أو لموت أولنا هذان العقدان كان موجودين في الجاهلية كان موجودين في الجاهلية وجاء الإسلام وهم موجودان فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الذي سنذكره بعد قريب وانظروا معي قبل أن أتكلم في هذا الحكم لا بد أن نرجع للهبة لأنهما صورة من صور الهبة العمر على الصحيح من قول أهل العلم خلافة للمالكية أنها هبة للعين والمنفعة معا فالمالكي يرون أنها صورة من صور العرية يعني فتكون هبة للمنفعة نقول لا الحديث صريح فهي له ولورثته فهي هبة للعين والمنفعة معا إذن الأمر الأول عندنا أن العمر والرقبة هبة للعين والمنفعة معا كالهبات لا فرق بينها وذلك يقول العمر والرقبة يشترط فيها ما يشترط في الهبة من حيث الصيغة ومن حيث الشروط ومن حيث اللزوم وهو القبض بالإذن ومن سائر الأمور الأخرى المتعلقة بالهبات انظر معي هذه العمر والرقبة فيها قيدان القيد الأول أنها مؤقتة ما معنى مؤقتة؟ يقول هي هبة لك إلى حين موت أو موتك أو موت أحدنا إذن الأمر الأول هي مؤقتة وهذا محل إشكال الأمر الثاني أنها مؤقتة بتوقيت مجهول قد يموت بعد يوم قد يموت بعد عشرين سنة ثلاثين سنة إذن فيها أمران محل إشكال أنها هبة مؤقتة بتأقيت مجهول وضح عندكم كيف جاء أنها مؤقتة بتأقيت مجهول لأنه قال هي هبة لك ملكتك العين والمنفعة معا إلى حين موتي أو لموتك عمري أو عمرك وهكذا طيب قبل أن أتكلم عن عمر والرقبة فقهاؤنا يقولون مشهور المذهب أن الهبة لا تقبل التأقيت فكل عقد هبة مؤقت فإنه يكون عقدا فاسدا غير صحيح أصلا لا نقول الشرط باطل بل هو شرط يعود على الأصل بالبطلان لأنه ينقل العقد من حقيقته إلى حقيقة أخرى ما يصبح هبة لأن الهبة يجوز له أن يتصرف بالعين وهنا محل إشكال في التصرف فيها في العين وإذلك فقهاؤنا يقولون إن التأقيت في الهبة يبطلها واستثنوا من ذلك صورة واحدة وهي صورة العمر والرقبة فقالوا التأقيت هنا لا يبطلها وإنما تصح الهبة ويبطل الشرط افهموا بس هذه المسألة على مشهور المذهب فقط من غير دخول في خلاف أهل العلم فيه واضح مع المسألة؟ واضح شيخ محمد؟ ليست واضحة أعيدها مرة أخرى فقهاؤنا يقولون إن تأقيت الهبة هناك عقود تقبل التأقيت مثل الإجارة الإجارة يجب فيها التأقيد وذاك حتى التأقيد الطويل لا يجوزه إلا الحنابلة والآن عمل المسلمين كلهم على جواز الإجارة الطويلة إجارة مدة عشرين ثلاثين أربعين سنة طيب التأقيد هناك عقود تأقبل التأقيد هناك عقود لا يجوز فيها التأقيد النكاح إذا أقت أصبح متعة فهو باطل البيع إذا أقت يخالف حقيقته يبطله الهبة كذلك يقولون الهبة إذا أقتت وهبتك هذه السيارة شهرا يقول العقد باطل يجب أنني تبقى الهبة في عيني لكن لو قلت وهبتك منفعة السيارة جاز لأنه هبة منفعة السيارة هو نوع من أنواع العراية عرية فهي نوع عرية يعني أنك تستفيد منها فيكون عارية عفوا فيكون عارية نوع من أنواع العرية أو العارية طيب هذا وهبتك المنفعة لأنه يقول لك وهبتك العين مدة شهر ما يصح العقد باطل ليس هبة لا للعين ولا المنفعة استثنوا من ذلك صورة واحدة وهي العمر والرقبة إذا قال وهبتك هذه العين عمرك أو عمري أو لموت أحدنا أولاً قالوا تصح الهبة ولكن الشرطة باطل وبعما ذلك سواء قال أعمرتك هذه العين أو قال وهبتها لك فإن نتيجتها أن الموهوب له يملكها ملكاً تاماً سواء مات الأول أو الثاني لا يرجع الملك فتبقى في ملكه كأنها هبة عادية إذن الفرق بين الهبة المؤقتة وبين العمر والرقبة على مشهور المذهب ما هو أن الهبة المؤقتة هذا الشرط أبطل العقد والعمر والرقبة هذا الشرط فسد وحده بدون العقد لماذا قالوا ذلك قالوا لورود النص به فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العمر والرقبة وأثبت أنها هبة كاملة وأن الشرط فيها باطل كما سيأتي بعد قل وقال لا تفسدوا أموالكم وبناء على ذلك فقالوا إنه لا يقاس ما زلت أقرر المذهب مشهور المذهب قالوا لا يقاس على العمر والرقبة غير ما ورد به النص فلو أن رجلاً قال لآخر وهبتك هذه العين عمر زيد رجل ثالث قالوا الهبة باطلة إلا أن قال عمري أو عمرك فالهبة صحيحة وشرط باطل لأن العمر والرقبة إذا أطلقت فإنما يقصد بها عمر الوضعي أو عمر المهوب له ومن عداه فهو تأقيت على خلاف النص فيكون الشرط مبطل للعقد خلاف النص الذي استثناء إذن هذا هو مشهور المذهب وهو يحل عندنا إشكالات كثيرة الرواية الثانية الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين واختيار أيضاً ابن رجب واختيار كثير من أهل العلم كالشيخ ابن السعدي وغيرهم اختاروا قالوا إن الهبة يجوز أن تكون مؤقتة يجوز أن تكون مؤقتة فإذا قال وهبتك هذه السيارة شهراً صحة هذه العين صحة هذه الهبة فينتفع بها انتفاعاً كلياً وإن باعها لزمه بدلها بدل فقط ولا يلزمه رد العين فهو هبة كاملة ولكن عند تمام المدة فإنه يرجع العين وإن نقصت أو يرجع بدلها وقالوا إن هذا العقد يقبل التأقيد وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وبالرجب كأنه مال له في القواعد ونصره بعض أهل العلم ودليلهم في ذلك الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح العمر والرقب وسنشير لدليل الروايتين بعد قريف الحديث تأذن لبس أنهي الأحاديث وكيف استنبط منه فقهاؤنا هذه المسألة أول لفظ لهذا الحديث حيث لفظ جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر العمر قوله العمر يعني قول الواهب أعمرتك أو قوله عمرتك هذه العين ومعنى قوله أعمرتك أو عمرتك أي وهبت لك هذه العين عينها ومنفعتها عمري أو عمرك يختار أعمرتك ما دمت حيا أو أعمرتك ما دمت حيا إذن قوله العمر بأن يقول وهبتك هذه العين عمري فيجعل له الدار أو العين مدى عمر عمر الواهب أو الموهوب له قال العمر لمن وهبت له فقوله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له يدلنا على تصحيح هذا العقد خلافا لمن قال إن عقد العمر ليس بصحيح ويدل لنا أيضا أن العمر تمليك للعين والمنفعة معا وليس ملكة للمنفعة فقط بل هو ملك للعين والمنفعة معا لأنه قال لمن فملكها تمليكا كاملا فدل على أنه ملك عام لمن وهبت له المذهب يقولون قوله لمن وهبت له يدل على أنها في ملكهم مطلقا حتى إذا جاء الأجر والشرط قبلها وبعدها ولم يقول لمن وهبت له حتى الأجر بل أطلق وأما الرواية الثانية فيقول وهبت له في مدة الإعمار الرواية الثانية رواية مسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها قوله ولا تفسدوها لأن بعض الناس نأتي بتعليل مشهور المذهب يقول لأن بعض الناس يظن أنه إذا أعمر غيره عمرا أو رقبا فإنها سترجع له بعد ذلك يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لن ترجع لك فظنك هذا غير صحيح فلا تفسد مالك إما أن تجعلها هبة كاملة أو أن تبقى في ملكك فلا تعمرها فلا تعمرها فقال ولا تفسدوها فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمره أي الموهوب له المعمر له فهي للذي أعمره حيا وميتا ولعقبه من بعده ولعقبه أي من بعده وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون إن العين الموهوبة في العمرا ومثلها في الرقبة تكون للمعمر وتكون للمرقب بسم مفعول الذي أعطيها فإذا مات انتقلت لورثته من بعده فإن لم يكن له ورثة بعده انتقلت لبيت المال ولا ترجع للمعمر ولا للمرقب وإنما تنتقل إذن هو ملك تام له فيكون الشرط ملغيا طيب يقول الشيخ منصور البهوتي لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الحديث قد يستدل به من يقول إن عقد الرقبة غير صحيح لأن النبسة لم نهى عنه قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تسدوها يقول هذا الكلام غير صحيح وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق قال لا تفسدوا يعني أموالكم ولا تفسدوها قال إنما خرج لإعلام الناس مجرد الإعلام بأن هذا العقد نافذ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق في تتمة الحديث أن العقد نافذ فقال فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولو كان المراد حقيقة النهي وأن النهي يقتضي الفساد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعود للمعمر وبناء على ذلك ذكر فائدة مهمة وهي من فوائد المذهب قلت لكم قبل ودائما أكررها أن قاعدة المذهب في النهي من حيث التطبيق مشهور المذهب أن النهي يقتضي الفساد ما يذكره الأصوليون أن النهي إذا كان عائدا لعين المنهي أو شرطه فإنه يقتضي الفساد وإذا كان عائدا لوصفه فإنه لا يقتضي الفساد هذا غير مطبق عند الفقه وأما مشهور المذهب فإن النهي عندهم يقتضي الفساد إلا في حالات معينة ومنها قالوا إذا كان هذا النهي عائد على الشخص الذي وجه له هذا النهي عائد له هو فيكون كأنه أسقط حقه فحينئذ لا يقتضي الفساد نعم قاله في لفظ إنما العمر التي أجاز رسول الله أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قاله في لفظ لأبي داود لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لوارثه اللفظ الأخير صححه الحارثي في شرحه على المقنع وقال إن هذا الحديث إسناده صحيح أي لفظ الأخير عند أبي داود والنسائي بلا إشكال كذا يقول الحارثي رحمه الله تعالى وهذا اللفظ الأخير يدل على أن الرقبة تملك ملكا تاما للمعمر والمرقب ثم تعود لوارثه نعم عشاء الوقت عشاء الله عليكم وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله قوله حمل على فرس يعني أنه أعطاه غازيا يغزو به وأخذ العلماء من هذه الجملة أن من حمل على فرس في سبيل الله وإن لم يقول إنها هدية أو لم يقول هي هبة فإنه حينئذ فقد قال حينما قال فقد حملتك على هذه الفرس فإنه يكون في معنى الهبة بشرط أن يصل الفرس للقتال وأن لا وأن يستمر به صاحبه واستثنوا من ذلك حالة واحدة وهي إذا حبسها جعلها من باب الوقف طيب حملت يعني بمعنى وهبت فرسا لرجل على سبيل الله قال فأضاعه صاحبه يعني قال لم يرجع لي قال فظلنت أنه باع أنه بائعه برخص يعني أنه باعه بسعر الرخيص لأنه لا يعرف قيمة هذا الفرس فإن الفرس يعرف قيمته بأحد أمرين بتجربته وبمعرفة سلالاته فإن الفرس يعرف سلالاتها وقد ألف الكلب محمد بن السائب كتابا في الخيل وسلالاتها وللأصمعي عبد الملك بن قريب أيضا ذلك كتاب وما زالت العرب يعنون بالسلالات ومن آخر من كتب في سلالات خيل العرب من العرب الخديوي عباس فإن له كتابا أو عندهم موظفين جمعوا له سلالات العرب في جزيرة العرب وفي غيرها فجمعوا سلالاتها وجمعوا كلامه مطبوع في مجلد ضخم طيب قال فظلنت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني وجدته قد بيع فأردت أن أشتريه فقال النبي عليه السلام لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم قال يعني لا تشتريه وإن باعه بدرهم من واحد وقول النبي عليه السلام وإن أعطاكه بدرهم يقولون خرج مخرج التقليل ليس مخرج التحديد فلو باعه بأقل من درهم لم يجوز حينئذ شراء هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا تصدق بصدقة أو بذل زكاة ماله فإنه لا يجوز له أن يشتري زكاة ماله ولا أن يشتري صدقته بل يقولون ولا يقبلها هدية فلو تصدق بصدقة على أحد ثم ردها له هذا له مرة أخرى لا يجوز له لا أن يشتريها ولا أن يقبلها هدية ولا أن يطلب هبتها من صاحبها من باب أولى ويقولون أن هذا الحكم دليله حديث عمر رضي الله عنه ذكرناها قبل قليل والمعنى فيه لكي لا يحابيه الذي اشتراها منه ما يحابيه لأن عندما تعطي شخص هدية وتريد أن تشتريها منه قد يحابيك لنقول هذا ماله هو صاحب المنة عليه بأن أعطاني هذه الصدقة أو الزكاة يقولون هذا الحكم خاص بالصدقة والزكاة دون باق الهبات باق الهبات يجوز التي قصد بها المحبة والمودة والجوار وأما التي قصد بها ثواب ما عند الله عز وجل فلا يجوز لك ومعنى قولهم لا يجوز أي لا يصح العقد فالعقد باطل يجب عليك أن ترجع له صدقتك وزكاتك وتأخذ الثمن الذي اشتريتها به فالمذهب أنه لا يصح ولا يجوز معا وهذا أيضا هو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى هناك رواية ذكرها التستري في الوجيز ومشى عليها متأخر المذهب وهو تقييد هذا التحريم بعدم وجود الضرورة ومعلوم أن صاحب الوجيز أصلا ألف كتابه أول شيء أراد أن يؤلف كتابه وهم طبوع الكتابه بشرح ابن بهاء البغدادي ألف كتابه طبعا على طريقة البغداديين لا على طريقة الشاميين من الحنابلة ألف كتابه وأراد في بدايته أن يجعله على المنصوص من كلام أحمد يقول المرداوي ولكنه ما استمر على هذه الطريقة فبدأ في آخر الكتاب يأخذ المقنع ويمشي على عبارة المقنع بنصها وهو مقارب زمانا للموفق بنقدامه لكن فيه ميزة أنه إذا نقل أخذ من كلام المقنع يذكر قيودا مهمة تدل على فقه لأنه الدجير قرأ هذا الكتاب على شيخه ويعني أقر هذا الكتاب من كبار فقهاء العراقين من القيود التي ذكرها الدجير في هذه المسألة أو القيود التي ذكرها الدجير في هذه المسألة أنه قال لغير ضرورة فإذا وجدت حاجة للشخص احتاج هذا المال الذي تصدق به جاز له أن يشتريه وهذا من باب الاستثنى عند الضرورة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن نعم هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا قال رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن حسنها الحافظ وقبل الحافظ حسنه الحافظ العالم العلامة محمد بن مفلح في الأداب الشرعية فإنه قد حسن هذا الحديث كذلك وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث كابن الملقن في البدر منير وذكر أن هذا الحديث كما قال ابن عدي في الكامل قد تفرد بروايته رجل اسمه ضمام ابن اسماعيل وقد تكلم فيه ولكن يعني ظاهر الحديث أن له شواهد كما ذكر أهل العلم فيكون حسنا كما ذكر ابن مفلح والحافظ هذا الحديث فيه دليل على أن الهدية هي التي يقصد بها التحب وأما الهبة إذا قصد بها الأجر عند الله عز وجل فإنها تسمى صدقة والعموم يسمى هبة والعموم يسمى هبة والفرق بينهما مهم جدا في قضية ما يجوز شراؤه ممن أعطي هذه الصدقة أو الزكاة المسألة الثانية أن فضل الهدايا وأنه يستحب التهادي بين المسلمين ولو شيئا يسيرا لا يتكلف المرأ في الهدية يهدي ولو شيئا يسيرا ولكن يحلص المرأ إذا أهدى غيره شيء أن يهديه شيئا يحبه فطال بالعلم إذا أردت أن يحبك أهديه كتابا وغيره أهديه شيئا يحبه وأما إذا أهديته شيئا لا يهتم به فإنه يعني كجالب تمر إلى هجر أو شخص لا يعرف قيمة هذه الهدية التي بين يديه نعم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف نعم هذا الحديث في معنى الحديث السابق وهو قوله تهادو فإن الهدية تسل السخيمة يعني الضغينة التي تكون في النفوس وهذا معنى يعني صحيح من حيث المعنى فمعلوم أن الهدايا تسبب المحبة وتزيد الضغينة والسخينة من النفوس ومثلها الدعاء كما جاء عند الترمذي أننا رجلا من الصحابة أتنى بالسلام فقال يكون بيني وبين قرابة ما يكون بين القرابات فقال أين أنت من الاستغفار له فمن كان في قلب أخيه سخيمة أو ضغينة فليسعى له بأمرين بهدية الأبدان وهي الهدايا وهدية الأرواح وهي الدعاء فادعوا لأخيك المسلم واستغفر له واسأل الله عز وجل المغفرة ودخول الجنة هذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه البزار بإسناد ضعيف وسبب تضعيف هذا الحديث أنه جاء من طريق عائد بن شريح وهذا ذكر أبو حاتم رحمه الله تعالى الرازي في كتاب الجرح والتعديل أن في حديثه ضعفا وقد ضعف هذا الحديث ابن عبدالبر كذلك وأيده ابن مفلح في الآداب كلهم على أن هذا الحديث ضعيف ولكن نشهد له الحديث السابق وغيرها من الحديث في معنى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه متفق عليه نعم هذا الحديث فيه أيضا دليل على أن المرء لا يحتقر أن يهدي لغيره هدية ولا أن يقبل من غيره هدية فقول النبسي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها سواء كانت الحاقرة هي المهدية أو المهدى إليها بعض الناس يستحقر ما أعطانا فلان إلا طعام قليل وهكذا وإذلك لما أصبح الناس يستحقرون هذه الهدايا القليلة أصبح كثير من المهدين يمتنع والأصل أن المرء يهدي لجاره ولقريبه ولو شيئا يسيرا ولو طعاما في إناء يكفت رجلا أو رجلين ونحو ذلك فلا يحتقر المهد ولا المهدى له شيئا كما قال نسلم يا نساء المسلمات ووجه الحديث للنساء بالخصوص لأن النساء ربما كنا أقرب لاحتقار الهدايا ومحبة التجمل من جهة ومن جهة أخرى أن الهدايا بين النساء أكثر بكثير من الهدايا بين الرجال لأن النساء هن لا يصنعنا الطعام فيكون الهدية فيه أكثر قوله ولو في رسنة شات يعني جزء يسير من الشاه وهذا من باب التمثيل من باب التقليل أولم ولو بشاه من باب التقليل ليس مقصودا لذاته وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها ذكر أن الحاكم روا هذا الحديث وصححه الحقيقة أن الحاكم لم يصححه فقط بل قال هو صحيح على شرط الشيخين ومعلوم أن الحاكم في تصحيحه على درجات فإن قال على شرط الشيخين فهو أقوى التصحيح ثم ما جعله شرطا لأحدهما ثم ما أطلقت تصحيح فيه والحاكم عندما صحى هذا الحديث وجد في بعض نسخ تلخيص الذهبي أنه وافقه فقال هو كما قال لأن الذهبي يوافق الحاكم بطريقتين إما أن يقول هو كما قال وإما أن يسكت وهنا سكت فبعض الناس يرى أنها من باب الموافقة فما سكت عنه الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم فهم باب الموافقة له ولكن ذكر المناوي في شرحه على الجامع الصغير أنه وجد في نسخة من نسخ تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم أن الذهبي قال بل هذا الحديث موضوع وليس على شرط الصحيحين وسبب الضعف في هذا الحديث أنه قد تفرد به رجل اسم إسحاق بن محمد بن الهاشمي وهو شيخ لأن الحاكم قال إلا أن يكون الحمل فيه على شيخي وذلك ذكر الحافظ أن المحفوظ فيه أن يكون من قول عمر وقبل أن يقول الحافظ ذلك قاله الدار قطني فإن الدار قطني قال الصواب فيه عن ابن عمر موقوفا وذكر البخاري أن الوقف على ابن عمر هو الأصح وأفق هذا الحديث تقدم قبل ذلك حينما تكلمنا عن مسألة الهبى بقصد الثواب والله أعلم باب اللقطة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن باب آخر من أبواب الفقه وهو باب اللقطة والمراد باللقطة قال الفقهاء هو مال أو مختص ضل عن صاحبه فقولنا إنه مال أي مال محترم وقولنا إنه مختص أي مما لا يملك مما يكون أو مما أقرت اليد عليه من باب الاختصاص مثل المصحف ومثل الكلب وغيره مما يكون على سبيل الاختصاص ووضع اليد عليه على سبيل الاختصاص لا على سبيل الملك فإن الكلب لا يجوز بيعه وكذا المصحف كما سبق معنا ذاك لشرفه وذاك والثاني لخساسة وهذا معنى قول الفقهاء مال أو مختص فإن هذه الأمور التي هي على سبيل الاختصاص يقر أو تقر عليها اليد عند الالتقاط أول حديث في الباب أورده المصنف هو حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق أي وجد تمرة ملقاة في الطريق ملقاه وليست في مكان أو في إناء يعرف صاحبه فقال صلى الله عليه وسلم لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة إذا أكلتها هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الأولى وهي ليست متعلقة بباب اللقطة لكنها مهمة لنا للمعرفة لما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم تلك التمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة هو وآل بيته صلى الله عليه وسلامه عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكل هذه اللقطة التي وجدها في الأرض لأجل ظنه أنها من الصدقة طيب المسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس جازم بأنها من الصدقة وهذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الورع فإن الشيء إذا اشتبه بغيره فإن له حالات حالة يحكم فيه بالأصل والأصل هو الإباحة وحالة يحكم فيها بالظاهر والظاهر هو الذي يكون مغلبا وذلك الأصل هو الذي يسمى باليقين والظاهر هو الذي يسمى بغلبة الظلم وحالة ثالثة يحكم فيها بالاحتياط والورع والاحتياط والورع هذا هو محله وقد تكلم الشيخ تقييدين عن مسألة الورع والاحتياط وأنه ليس لأي أحد أن يحرم كثيراً من صور الحلال بحجة الورع وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن للامتناع من بعض الحلال على سبيل الورع شروط أربع ذكرها في محل فترجع لكلامه فإن كلامه رحمه الله تعالى نفيس ولا أريد أن أذكرها لضيق الوقت المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث وهي متعلقة بالباب أن هذا الحديث يدل على أنه يجوز التقاط المحقرات التي توجد في الطريق إذن شرطان أن تكون محقرات بمعنى أنها ليس لها قيمة عند غالب النس أو بلغة أخرى يقول لا تستهوي أواسط النس هذه هي المحقرات وأن تكون في طريق أي ليست محازة ليست في يد أحد وليست في فنائه وليست في إنائه ولا غير ذلك من الأمور التي تكون فيها الحياز لأن الحياز دليل الملك إذن تكون محقرات وفي طريق مرمية فيجوز التقاطها ويمتلكها ملتقطها مباشرة يمتلكها مباشرة من حين التقاط ويجوز له الانتفاع بها طيب إن جاء صاحبها نقول إن جاء صاحبها في الوقت في نفس الوقت فيلزم أن يردها إليه يعني وجد الشخص على الأرض شيئا يسيرا وسأضرب أمثلة بعد قليل المحقرات كتمرة مثلا فواجد صاحبه يردها له لأنه بجانبه فيعطيها له لكن إن لم يأتي صاحبها وقد تلفت العين بأن أكلت تمرة مثلا أو مثلا انكسر الصوت وهكذا فلا يلزمه رد بدلها ما يلزم رد البدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أنه أذن لهم ورخص لهم عليه الصلاة والسلام في العصى والصوت والحبل وقوله رخص لنا دل على أن يمتلكونها امتلاكا كليا وليس معلقا على يعني إذن صاحبها أو الرجوع عليه طيب نعم إذن هذا المسألة أنه المحقرات كالعصى والصوت والحبل يجوز تملكها ولا يلزم رد بدلها إن تلفت العين بأن أكلها صاحبها والدريعي حديث جابر ذكرته قبل قليل رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصى والحبل أن ينتفع بها ملتقطها ينتفع إذن هو نوع تملك كامل نعم وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها متفق عليه نعم هذا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وهو في الحقيقة أهم حديث في الباب حتى قال الإمام أحمد هو أصح حديث في الباب ونبنى أغلب الأبواب الفقهية وخاصة المعاملات يكون فيها حديث أو حديثان عليهم العمدة والباقي يبين أحكاما تفصيلية هذا الحديث فيه زيد يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة أي عن مطلق اللقطة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها المراد بالعفاص هو الإناء الذي توضع فيه هذه اللقطة قد يكون خرقة وقد يكون علبة علبة من هذه العلب وقد يكون كرتونا وقد يكون غير ذلك من الأشياء أو كيسا معينا لونه أزرق وأحمر قال اعرف بمعنى أنه تعرف عليه وانظر له وقوله عفاصها هذا الذي موجود في الصحيح وفي غيره ولكن نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتاب العلل أنه قال الصواب غفاصها بالغاء بالغاء المعجمة وعلى ذلك المراد بالغفاص أي الشيء المخفي فيها يعني علامات الخفية فيها تكون العلامات الخفية فيها وهذا هو الغفاص بالغين المعجمة وأما الرواية في الصحيح فهي العفاص بالعين المهملة قال ووكاءها المراد بالوكاء هو الحبل الذي يعني تربط به فقالباً كانت الخرائط والمراد بالخريطة هي الخرقة التي يجعل فيها النقد تربط بحبل معين فهو من باب التأكيد وهو صورة من صورة التأكيد على ما تحفظ به ووكاءها ثم عرفها سنة قوله ثم جاء في بعض الأحاديث وهو أحاديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة ثم بعد ذلك اعرف يعني عفاصها ووكاءها فجعل معرفة عفاصها ووكاءها بعد تعريفها سنة وهنا جاء تقديم معرفة ذلك والذي قاله الفقهاء أنه يستحب والأفضل أن يعرفه قبل التعريف لأنه قد يتغير وقد يعني يحتاج إليه ويكون بعيداً عن عينه فيجعلها في مثلاً خزانة ويحتاج إلى معرفتها وصفها وهكذا المسألة الثانية قوله ثم عرفها سنة قوله ثم عرفها سنة يدل على أنه يشترض في اللقطة أن تعرف سنة كاملة وهذا أصح شيء في الباب وقد روي حديث أبي هريرة أنه ثلاث سنين وهذا لا يصح مطلقاً قال أحمد لا يصح حديث ثلاث وإنما أصح ما في الباب كما قال أحمد أن تعرف سنة كاملة والمراد بالسنة أي السنة القمرية قال فإن جاء صاحبها خلال هذه السنة وعرفها فردها إليه هذا هو الجواب جواب الشرط وإلا فشأنك بها قوله وإلا فشأنك بها يدل على أنه يجوز للملتقط أن يتملكها يجوز له هو مخير إما أن يتملكها ويجوز له أن يبقيها إلى حين يأتي صاحبها ويجوز له أن يتصدق بها عنه أو عن صاحبها هو مخير لكن إن تصدق بها ثم جاء صاحبها بعد ذلك أو يعني انتفع بها ثم جاء صاحبه فإنه يرد بدلها بعد السنة قبل السنة يرد عينها إن كانت موجودة طيب قال وإلا فشأنك بها فدل على كما سبق إثبات جواز التملك قال فضالة الغنم يعني الغنم وما في معناها مما يعني لا يحترز من صغار السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذب أي أنه يجوز لك التقاطها يجوز لك التقاطها وإذا التقط المرء ظالة الغنم فهو مخير بين ثلاثة أمور الأمر الأول إما أن ينفق عليها فإذا جاء صاحبها ردها وطلب منه قيمة نفقتها كم أنفق عليها من علف وشرب لأن الماء الآن بقيمها هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن يبيعها ويحفظ ثمنها فإذا جاء صاحبها رد إليه ثمنها أو رد إليه ثمنها الحالة الثالثة أن يأكلها فإذا أكلها فإنه يغرم قيمتها إذا جاء صاحبها وقالوا إن هذه الثلاثة على حسب الترتيب ذكرته قبل قريب حيث الأفضلية قال فضالة الإبل والمراد بضالة الإبل هو كل ما يمتنع من صغار السباع كالإبل وما في معناها كالثور والجاموس والبقر وغير ذلك وألحق بها أيضا بعض السباع التي يجوز الاختصاص بها كالفهوت فإنها يعني تمتنع من صغار السباع قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها هذه الجملة تدل على أنه لا يجوز التقاط ظالة الإبل وما في معناها مما يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها وأن من التقطها فإنه آثم ويجب عليه الغرم مطلقا يجب عليه الغرم مطلقا نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم نعم هذا الرواية الأخرى لحديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة المراد بالضالة اسم للحيوان الملتقط دون باقي الأعين ذكر ذلك الشمس الزركشي في شرحه على الخراقي قال إنه خاص للإسم خاص بالحيوان دون سائر اللقطة من الأعين قوله فهو ظالة أو فهو ظال أي أن الذي التقط هذه اللقطة ظال أي مخطئ مخطئ وآثم وهذا معنى الذي قلنا قبل قليل أنه يحرم التقاط لقطة الإبل قال ما لم يعرفها هذا الحديث بعض أهل العلم اقتصر على الجملة الأولى منها دون زيادة قوله ما لم يعرفها فأخذ منها أنه لا يجوز التقاط اللقطة مطلقا ولا تملك وهذا غير صحيح فإنما الحديث لم ينهى عن الضالة مطلقا وإنما هو محمول على أحد أمرين الأمر الأول أن يكون محمولا على ظالة الإبل دون ما عدها يقول الشمس الزركشي فيكون هذا اللفظ الأول وهو حديث زيد بن خالد الأول مقيد ومفسر لللفظ الثاني فيكون من آوى ظالة من الإبل وما في معنى الإبل مما يمتنع من صغار السباع فهو ظال لا يجوز لك أن تلتقطها إلا أن تعرفها فقط هذا المعنى الأول وهو معنى صحيح المعنى الثاني أيضا وهو معنى صحيح أن نقول إن المراد بهذا الحديث أن من التقط ظالة ولم ينوي تعريفها فهو آثم وإذلك يقول فقهاؤنا إن الذي يلتقط لقطة سواء كانت من ظالة الحيوان أو من غيره ووقت الالتقاط وهو يلتقط لم ينوي التعريف وإنما نوى التملك وجدها قال سأخذها لجيبي فإنه لا يحق له ولا يجوز له أن يتملكها ولا يعرفها سنة لأن أول تملك لها كان تملك غاصب كالغاصب فيجب عليه أن يردها لبيت مال المسلمين أو أن يتصدق بها عن صاحبها لا يتملكها مطلقا لأن ملكها الأول لها كانت تملك غاصب وليس تملك ملتقط الملتقط يجب أن يلتقطها بقصد التعريف إذن المعنى الثاني الصحيح لهذا الحديث أن من آوى ظالة أي حيوان من الحيوانات ويلحق به سائر اللقطة من آوى ظالة من الحيوانات بغير قصد التعريف فهو ظل ما لم يعرفها ما لم ينوي عند الالتقاط والإيواء للظالة أن يعرفها فيجوز ذلك قبل أن ننتقل الحديث الذي بعده أختصر ما سبق فأقول إن اللقطة ثلاثة أنواع لقطة تمتلك من حين الالتقاط وهي الأمر الأول المحقرات وهو ما لا يستهوي أواسط النس ومنه ما علمنا أن صاحبه رماه عمدا مثلا رما شيئا أمام عينيك تعرف أن الرجل رما شيئا في قمامة رماها لا يريدها هو رجل رماها فهي في حكم اللقطة الأمر الثالث أيضا مما يلحق في هذا مما يجوز أن يتملكه الشخص من حين الالتقاط ما وجد في مفازة وجد في الصحراء مرمية فهذا يتملكها الشخص مفازة ما يجد أحد ولو وجدت بعض الناس يكون في الصحراء فيجد جوالا هنا لن يرجع أحد مفازة ليس طريقا نافذا أو مكانا أو عامرا أو مسجدا ونحو ذلك النوع الثاني من اللقطة اللقطة التي لا يجوز التقاطها أبدا وهي الضالة من الإبل وما في معناه كالبقري والوحش والبغلي والحمار والفهود وغير ذلك مما يلحق به مما يمتنع من صغار السبع النوع الثالث من اللقطة اللقطة التي يجوز التقاطها بشرط ونية التعريف ثم يملكها بعد السنة بعد تعريفها يملكها ملكا تاما وهو ما عد ذلك من صغار البهائم ومن الأثمان ومن الأطعمة التي تسرع لها التلف طيب وعن عياض بن حمار وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وبكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصحاحه بن خزيمة وابن الجارود وابن حبان نعم هذا الحديث حديث عياض بن حمار رضي الله عنه ذكر المصنف أن الإمام أحمد رواه وأهل السنن إلا الترمذي وأن هذا الحديث صحاحه بن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وقد جزم جمع من المحدثين بتصحيحه ومنهم جمال الدين المرداوي فقد ذكر أن هذا الحديث جاله ثقات وذكر الزركشي قال قال بعض الحفاظ إن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح إذن فهذا الحديث يعني ذكر كثير من أهل العلم تصحيحه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل مشهور المذهب أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الإجاب وقالوا إن الندب لأجل هذا الحديث الصحيح هو حديث عياض قول النبي صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل فدل على الاستحباب ولم نقل بالإيجاب لأن الالتقاط من عقود الأمان لأنها أمانة فاللقطة تكون في يد الملتقط من باب الأمانة والأمانات مطلقا سواء كانت عقودا أو التقاطا فإنه يستحب الإشهاد عليه ولا يجب فدل على أن الإشهاد مستحب لأنها أمانة وليست من باب يعني عقود اليد ليست يدا عادية قال ابن نبي موسى الهاشمي أبو علي رحمه الله تعالى أن الإشهاد واجب تمسك على ظاهر النص قال وليحفظ عفاصها ووكاءها سبق معناه قبل قريب ثم لا يكتم ولا يغيب يعني لا يكتم هذه اللقطة بل يجب عليها أن يعرفها قال ويكون التعريف في أندية الناس وأسواقهم ولا يكون التعريف في المساجد فالمساجد لا تكون محلا للتعريف هذا من جهة من جهة ثانية أن الفقه كانوا يقولون إن التعريف يكون في كل أسبوع أي في كل جمعة مرة والحقيقة أن هذا التعريف كان في اعتبار الزمان الأول التعريف الآن يختلف من حيث العادة فقد يكون وضع إعلان وضع خبر لأن الآن أصبح ناس ليس لهم منتدى قديما وتعريفهم هذا في القرى كانت أغلب القرى في سوق واحد في ساحة واحدة هذا الساحة ربما أقل من ربع هذا المسجد فرفع الصارخ صوته في هذا السوق الكل يسمع وأما الآن أصبحت أسواق كبيرة والحال يختلف عن الحال الأول وأيضا وسائل التقنية في الإخبار والتخابر أكثر من الأول قال ولا يغيب أي لا يغيب هذه العين فإن جاء ربها أي جاء صاحبها فهو أحق بها كما سبق وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء عندي هنا جملتان الجملة الأولى في قوله فليشهد ذوي عدن ذكرنا أن الإشهاد سنة ولكن الفقه يقولون أيضا أن الذي يستحب الإشهاد الإشهاد على عين اللقطة وأما الإشهاد على وصفها وصفتها فلا يستحب هذا نصر عليه فقهاؤنا إنما يستحب الإشهاد على العين وأما الوصف فلا يستحب الإشهاد عليه وإنما هو مباح هذا الأمر الأول الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مال الله يؤتيه من يشاء الإضافة هنا قوله مال الله ظن بعض أهل العلم أن قوله مال الله من باب أنه مال الصدقة فيجب أن يتصدق بها فاللقطة يلزم التصدق بها ولا تملك كما قال بذلك أبو حنيفة النعمان وأصحابه رحمه الله تعالى والحقيقة أن هذه الإضافة لله جل وعلا إنما هي إضافة خلق سبحانه وتعالى وملك فالله عز وجل هو المالك لهذا المال وهو الموجد له سبحانه وتعالى لا أنه من باب التخصيص وليس من ملك الآدم بل يكون صدقة وفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مال الله جل وعلا يدلنا على فائدة مهمة جدا وهي أن كل مال عدم مالكه أو جهل مالكه أو لم يقدر الوصول إلى مالكه فإنه حينئذ ينتقل الملك عنه هذه معنى فائدة عظيمة جدا أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مال الله أن كل مال عدم مالكه خلاص انقضى مات وليس له أحد من سنين مثل الركاز وغيره أو جهل مالكه جهلا مستقرا كذا قيل الشيخ تقيدي لا بد أن يكون مستقر يعني جهل حقيقي أو قلنا أول شيء فقد عدم مالكه أو جهل مالكه أو عجز عن الوصول إلى مالكه عجزا مستقرا تمام الاستقرار فإنه ينتقل الملك عنه فيصبح الملك إما لمصلحة المسلمين العامة في حالات وإما يصبح لمن التقطه فيصبح من سائر المباحات نعم فأن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم نعم هذا حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج جاء في تفسير هذا الحديث كما عنده بدوود وغيره أن عبدالله بن وهب المصري قال ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منها قال يعني يتركها حتى يجدها صاحبها في مكانها حتى يجدها في صاحبها حتى يجدها صاحبها في مكانها اللقطة التي توجد من الحاج أو في مكة للفقهاء فيها رأيان مشهور المذهب أن لقطة مكة كسائر البلدان لا فرق فيجوز لمن التقطها أن يعرفها ثم يملكها بعد ذلك لا فرق بين لقطة مكة وغيرها قالوا والحديث الذي ورد في الباب غير هذا الحديث وهو اللفظ الآخر ولا تحل لقطتها إلا لمعرف يعني أنه لا تحل لقطة مكة إلا لمن التقطها ليعرفها وأما من التقطها ليتملكها ابتداء كما ذكرنا في الحديث الأول حيث عياض فإنه لا يجز له أن يتملكها فلابد عند الالتقاط أن تلتقطها لتعرفها ثم بعد السنة تتملكها وأما الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه فإن معنى قوله نهى عن لقطة الحاج أي تركها من باب الندب نهي ندب فيترك والرواية الثانية في المذهب أن لقطة مكة لا تملك بل يجب أن تترك وهذا من خصائص مكة فيجب أن تترك ولا تملك حتى يجدها صاحبها فإن لم يأتي صاحبها تسرف في مصالح المسلمين العامة وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع وللحمار الأهلي ولا اللقطة مما لمعاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود نعم هذا آخر حديث في الباب هو حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي وهذه ستأتي إن شاء الله في باب الأطعمة الجملة الأخيرة قال ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها فيه من فقه مسألتها المسألة الأولى أن المال إذا كان يملكه معاهد فإنه مال محترم يعني كل من المعاهد هو كل رجل دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وإذن ولو كان الإذن من أدنى المسلمين كما في الحديث المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم فهذا المعاهد ماله محترم فلا يجوز أخذ شيء من ماله ظناً بأنه مال غير محترم الأمر الثاني قال إلا أن يستغني عنها هذا يدلنا على ما ذكرته في أول هذا الباب أن المال الذي يستغني عنه صاحبه ويرميه كيرمى في الأثنية أو يرمى في القمامات والمزابل وغيرها فإنه يجوز التقاطه ابتداءً من غير اشتراط تعريف سنة لأن صاحبه قد استغنى عنه فهذا هو الدليل على تلك المسألة من هذا الحديث وبذلك نختم هذا الباب نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم عن نبينا محمد إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بكتاب الفرائض بعون الله وإرادته ترجمة نانسي قنقر